نبدأ من المغرب حيث تتواصل فعالية الدورة التاسعة عشر للمهرجان الدولي للفيلم بمراكش التي تنظم بقصر المؤتمرات في المدينة الحمراء وللمزيد حول هذا المهرجان وبرنامج اليوم ينضم إلينا من مراكش موفد بديان تيفي أنور لكحال أنور أهلا بك أهلا بك لينا بداية أنور نتحدث عن الأفلام النسائية كيف طبعت الأفلام النسائية حضورا متميزا لها ضمن فعاليات مهرجان مراكش نعم لنا بالأمس في الدورة التاسعة لمهرجان مراكش الدولي للفيلم تم عرض ثلاث أفلام سينمائية لمخرجات مغربيات يتعلق الأمر بفيلم الزيارة لسيمون بيتون وفيلم أزرق القفطال لمريم توزاني وفيلم ملكات لياسمين بن كيران الفيلم الأول وهو للمخرجة المغربية الفرنسية سيمون بيتون يتحدث عن القديسين هذا الطقس الذي يعنى باليهود المغاربة الذين يزورون المعابد والقديسين هنا بالمغرب لم يتبقى اليهود بالمغرب بقية قليل منهم لكن بقيت المعابد والمقابر والقديسين وهؤلاء القديسين يصنهم ويحميهم ويحافظ عليهم حراس بغاربة مسلمون إن كانت هناك نظرة إيجابية للتعايش والتمازج والتسامح بأرض المغرب فهي النظرة التي قدمها هذا الفيلم بالأمس وهي الصورة السينمائية الجميلة عن هذا البلد الذي يتسع للجميع والذي يجعلنا نحب الحياة ما استطعنا إليها سبيلا وهي مقولة محمود ذرويش هذا الآخر الذي أنجزت عنه سيمون بيتون وهي يهودية مغربية فرنسية فيلم وطائقي نال العديد من الجوائز وكذلك فيلم عن فلسطين الأرض هذا فيما يخص فيلم الزيارة وفيما يخص فيلم أزرق القفطان لمريم التوزاني وإنتاج نبي العيوش الفيلم الذي شارك في قسم نظر ما بمهرجان كان الدولي وحاز جائزة الاتحاد الدولي للنقاد السينمائيين عرض بالأمس بقاعة الوزراء بقصر المؤتمرات تحت تصفيقات جماهير غافيرة حضرت لمشاهدته وهو العرض الذي يدخل في إطار أفلام المسابقة الرسمية وكذلك هناك فيلم ياسمين بن كيران الذي عرض بسينما كوليزي وهو فيلم ملكات من بطولة نسلين الراضي حميد النيدر وآخرون الفيلم الذي حاز دعم ورشات أطلس وهي الورشات التي تهتم بالصناعة السينما المستقبلية وتعقد علىها مهرجان من راكش الدولي للفيلم ولا ننسى مكرمة الدورة فريدة باليزيد أيقونة السينما المغربية وهي المنتجة والمخرجة وكاتبة السيناريس صاحبة روائع كيدنسا وحدود وحدود وهي كاتبة سيناريو فيلم باديس وفيلم فاطمة السلطانة التي لا تنسى الذي يحكي سيرة علمة الاجتماع المغربية فاطمة المرنيسي وكذلك هي منتجة فيلم جرحف الحيط لجلال فرحاتي هذا الرباعي الآن جعل النقاد يقولون أن تاريخ السينما النسائية بالمغرب تعاد كتابته الآن في الدورة التاسعة عشر وهنا في مراكش السينما المغربية بالصيغة المؤنت تطبع بقوة اسمها في هذا المهرجان وتقول أنها قادمة بقوة وأنها بخير وأنها تنافس السينما الدولية لنا نعم أنور نبقى ضمن نفس السياق ونود أن نتحدث عن فيلم الزيارة كيف عالج الفيلم الوثائقي الزيارة للمخرجة سيمون بيتون مسألة التعايش الفيلم عالج مسألة التعايش أن المخرجة سيمون بيتون حلت أو ذهبت بكاميرتها إلى حراس مغاربة مسلمون يقومون بحراسة المقابر والمعابد اليهودية طيلة سنوات عديدة الفيلم يوصل رسالة مفادها أن الديانات الثلاثة بهذه الأرض أرض المغرب تصان وتحفظ من طرف المغاربة المسلمون هذه الازدواجية الرائعة والجميلة والتي عمرت لقرون بالمغرب حارس مقبرة أو معبد مغربي مسلم يحرص معبدا يهودي هذه المسألة تقع نادرا في العالم وهذه هي الرسالة أو الصورة الحضارية الجميلة التي أرادت المخرجة إصالها من خلال هذا الفيلم الوطائقي من مئة دقيقة وهو فيلم ينتمي للمدرسة الواقعية ويدخل في إطار صنف السهل الممتنع طيب أنور ماذا عن برنامج اليوم ضمن فعاليات المهرجان برنامج اليوم ضمن فعاليات المهرجان سوف يتم عرض فيلم السهل الممتنع عن حوارات مع سامر يسبك بمتحف إيف سان لورو أما ساحة جامع الفناء هذا المساء فسيكون لجمهور مراكش موعد مع عرض فيلم كيدنسا للمخرجة المكرمة في هذه الدورة فريدة باليزيد وهناك كذلك عرض فيلم عبداللينو وهو كذلك فيلم مشارك في المصابقة الرسمية للمهرجان لمخرجه هشام عيوش هذا المساء بقاعة الصفراء بقصر المؤتمرات وكذلك سوف يتم إعادة عرض فيلم أيام الصيف وهو فيلم يدخل في إطار العرض العالمي الأول أي أن هذا الفيلم عرض حصريا للمرة الأولى في هذا المهرجان وبه افتتحت سلسلة بانوراما السينما المغربية الفيلم مقتبس عن رائعة بسان الكرز لتشيكوف وهو يحكي عن عائلة مغربية قريبة من إشهار إفلاسها تعود لمنزلها الصيفي في طنجة وتريد بيع هذا المنزل لتدفع كل الديون المترتبة عليها وهو من بطولة منافته محمد شوبي محسين مالزي وآخرون وكذلك هناك استئناف لأنشطة ورشات أطلس نعم نعم لنا موفد من دان تيفي أنور لك حلق المراكو شكرا جزيلا لك بهذه المعلومات شكرا جزيلا لك